ومن بيروت ينضم إلينا توفيق شمان المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط سيد توفيق لجوء دونالد ترامب إلى هذا المستوى من التهديد لتركيا بالدمار الاقتصادي هل يفهم منه أنه استنفد وسائل التوصل إلى صيغة ما لترتيب أمور ما بعد انسحابه من سوريا تحياتي إليك أنا أعتقد بأن المسألة أبعد من ذلك من خلال تغريدات ترامب أعتقد بأنه يرسم خطا أحمر في المناطق الكردية السورية وبالتالي يعمل على استنساخ التجربة الكردية العراقية من خلال تشكيل مظلة أمنية استراتيجية للأكراد السوريين على غرار المظلة الأمنية الاستراتيجية التي وفرتها الولايات المتحدة للأكراد العراقيين في العام 1991 هذا يعني بأن الانسحاب العسكرية الأمريكية المباشر من سوريا أو من شمال شرقي سوريا لا يعني انسحاب الحضور والنفوذ الأمريكي من هذه المنطقة بل أن الأمريكيين يعملون على تشكيل منطقة حماية للأكراد السوريين وأعتقد بأن مثل هذه الرسالة تتجاوز التهديدات المباشرة لتركيا أيضا لتطال كافة الأطراف والجهات اللاعبة والفاعلة في سوريا وأعتقد بأن هذا الأمر أيضا يطال أيضا روسيا بمعنى أن لا تتقدم روسيا أو حلفاء روسيا من الجيش السوري وأنثاله إلى المناطق الكردية ما الذي يعني استهداف تركيا بتدمير اقتصادي أو بدمار اقتصادي من قبل الولايات المتحدة؟ هو يعني بأنه يدرب القلب التركي القلب المقصود لاقتصادي التركي الاقتصادي التركي قائم على تشابق حقيقي على المستوى الصادرات وعلى مستوى الاستدانة أيضا من الغرب وتحديد من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية يعني لأدرب بعض الأمثلة أكثر من 70% من الديون التركية العائدة للقطاع المصرفي هي من الخارج زائد أيضا بأن عشرات الألاف من الشركات التركية الصناعية على المستوى المتوسط وعلى المستوى الثقيل لها أيضا فروع داخل الولايات المتحدة الأمريكية وتخضع لما يمكن أن نسميه الشركات المتعددة الجنسية نظن بأن هذا الأمر فعلا يدرب قلب الاقتصاد التركي وبالتالي كل الإنجازات التي حققها السيد رجب طيب أردوغان منذ وصوله إلى السلطة في العام 2002 أشكرك سيد توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط من بيروت